ما شاء الله من لجنة الدعوة في أفريقيا المملكة العربية السعودية في عام 1990 ذاك الوقت كان موجود لجنة الدعوة في أفريقيا صحيح لجنة الدعوة الله أكبر في أفريقيا جزاكم الله خير أنتم معلمتمون وما زلتم ترافق أنا شيخ ابن باز هو الذي سنيت غانا لحظة الشيخ عبد العزيز رحمه الله ابن باز هو الذي أرسلك لغانا لتعمل ماذا أيوة الآن أخبرك بكل ذات الله خير أنا كنت في غانا بعد استقلال سنة 57 استقلال 57 استقلال أغانا غانا وخرجت من غانا وجدنا 57 استقلال 57 58 58 خرجت يعني من طي إلى كنت أريد مصر فلما وسط السودان رفضوا عن يفتني تأخيرا سبحان الله الله أغير للتريك الله أكبر سبحان الله وذهبت إلى المدينة فبكيت في سودان سنة لما جاه جات يريدنا مدينة يريدنا الحج رفضتهم ودخلنا 59 50 ميلادي فدخلت عام 1900 59 ميلادي إلى المدينة المنورة إلى إلى مملكة في أي شهر في أيام الحج أيام الحج ما شاء الله فدخلت في مكة بعد الحج رفضت مدينة الله أكبر فلما رفضوا مدينة بعد زيارات سألتهم أريد ماذا فعل أنا جيت للتعليم فما كان هناك جامعة ذاك الوقت فعخذوني إلى دار الحديث الله إلى دار الحديث الحديث إن الشيخ أمر في الله الله أكبر نئم الرجل الله أكبر الله أكبر ومن هناك برآت الله أكبر ثلاث سنوات فتحت الجامعة وجلست ثلاث سنوات في مدرسة في دار الحديث في دار الحديث ثم فتحت الجامعة مع الشيخ أمر في الله وبعدها أن فتحت الجامعة اختبرت والتحق والتحقت بها وكان الشيخ ابن باز هو رئيس الجامعة هو رئيس الجامعة هو رئيس الجامعة الله يتريك سبحان الله فالشيخ أخذيني كولده كولده أنا منين أعرفني شيخ أنا كنا نعلم إننا نعلم شيء كما تعرفون أأمن لا يعرفون ولكن بارث ثلاثة سنوات في دامعة انتهيت الثانوية أعطوني يعني دخلت الثانوية أول قبل أن تدخل الجامعة نعم كان في ذاك الوقت الجامعة الإسلامية هي فقط ثانوية نعم لا في دامة بنفسها أه ففي ثانوية وفي جامعة في جامعة وأنا دخلت للثانوية وكان ما أذكر هو ما كان مبنيا جامعة كمالي أنا كان ما أذكر كنا فيها فأعطوني تذكرة لزيارة البلد لزيارة زيارة غانا من الذي أعطاك التذكرة ومشاهده ومشاهده أعطوني تذكرة أعطوني تذكرة 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 هناك م hersيخ م ذهب تذكرة لا يجعله والتراضي بالنسبة لي، يبنوا مجتمع. نسوف لننا نجتمع. نعم. هذا كبير، امام كريم التعامل، من الدفاع السنة والجماعة غانا هو امام جنود من الوريس ساعداء في المنصات لإسلام ساودية كان البركة العنفي من 19... 1956 حتى أنت تعرف شيخ ابن باز جيد أنا شيخ ابن باز هو الذي سنويت لنا لحبة شكرا شكرا الشيخ عبد العزيز رحمه الله ابن باز عندك منها عبد الرحمن الزين وعبد الرحمن الزين وعبد الرحمن عبد الرحمن ولكن عبد الرحمن توفية ولكن زيني موجوري مع ذلك ولما جيت في الزيارة أعطوني الزوجة من هنا وهي التي جيت معها ما شاء الله بعد ذلك أتيت هنا وتزوجت مينوعة فأنت تزوج ثلاث مرات يه الآن تقريبا خمسة تزوج خمس مرات يه فقط يكفي يكفي كم من الأبناء عندك الآن تقريبا 11 ما شاء الله ما شاء الله كبارك الله يحفظهم جميل الله يحفظهم جميل أنا سعيد بوجولي معك شيخ لذلك الله خير أنت أبكيتني بقصة الشيخ قصتك مع الشيخ ابن باز ابن باز بما عن الكلمة الله هذا فقدناه فقيد الأمة والآن أقول كل ما نقوله هذه هدية اللي جاءتني هذا الهدية من مين من 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 الله ما شاء الله من لجنة الدعوة في أفريقيا المملكة العربية السعودية ايه سي دي اي في عام 1990 ايه ذاك الوقت كان موجود لجنة الدعوة في أفريقيا صحيح ايه لجنة الدعوة الله الله في أفريقيا الله فلذلك جزاكم الله خير انتم علمتمونا وما زلتم ترافقونا رضاكم الله خير نحن نحن دائما نرجو من الآله نحن يعني نتطفل على علمكم ايه ولكن ونحن ما عندنا شيء نحن فقط في تطوير اللغة انجليزية وتطوير الموائل لا فيه خير فيه خير وعندنا العلماء والشيوخ ما شاء الله في السعودية كثيرون كما تعلم فيه خير فيه خير نعم ولكن نحن حاول نشخر التخصص حقنا في الدعوة باختصار نعم الله يتقبل نعم الآن ما نريد وهو في أقاليمنا كل نريد أن يكون لنا شيء مثل هذا وقف نبنيه في جميع الأقاليم نحاول قدر يستطيع هذا ما نبنيه في الأكرام السواج ناشنال وقف فونديشن شكرا أت نانا كروم أكرا أت نانا كروم فنريد أن يكون مثل هذا نبنيه في جميع الأقاليم أبانا وماذا سيكون في هذا الوقف؟ أيوه نعجل نعجل مباني توجد نعجل نبني مساجد نبني مدارس السنية يعني الآن نريد البناء فى يكون الاستثمار من الداخل أيوه يمكننا الإستثمار من الداخل من الوقف؟ لأننا ما عندنا ناستثمار ما عندنا دخل أو كل صراحة ما في دخل فلا يمكن أن نجد الدخل إلا بوسطات هذه المعقاب نعمned ما شاء الله تبارك الله Ashburiyah w크 bag yeah yellow فسى مثل هذه الأشياء الآن في أفريقيا هذا اللي يجبني المسلمون المشكلة الثانية كما أقول لكم شوفوا ما يجري اليوم في ناديريا يكتر بعضهم بعض المسلمون ينفطهم لماذا لأنهم ينجاب والزواج واللازاتون عن يقوموا في الواجب لأنهم لأنهم بدأناه قبل 35 أو قبل 30 سنة من 33-34 هو الهدف منه تطوير اللغة الإنجليزية في الدعوة في البداية وبعدين طورنا البرنامج وصار ما شاء الله برنامج عالمي بفضل الله وأصبح يسمى تطوير اللغة الإنجليزية في الحوار الحوار الحضاري للتعريف بالإسلام والاحتزاز بالهوية الله أكبر نعم فنحن نجوب العالم في سفينة EICC لتطوير هذا في العالم في الحوار الحضاري للتعريف بالإسلام والاحتزاز بهويتهم نعم في ظل هذه الهجمات ضدنا نحن المسلمين ودولنا فباختصار هذا الذي نفعله يزاكم الله خير وأنا كنت هذا من دماء ولكن دماتنا لا يسمعون مني فنحن نعم لنا نعم لأحسن مدرسة إنجليزية والعربية مالي جمنات هذا اللي نعلم لكنهم أقولهم مدرسة مدرسة لا ترى أنا ما المدرسة اللي لم أترس ولكن لما صرت أريد أن أفهم بلاج أكتب فيها أكتب فيها أكتب فيها أشوف الجهال ضحية وأيضا يستغلون من قبل المستعمرين والمتآمرين على الإسلام فلا يعلمون لو كان عندهم العلم ما استطاعوا أن يخترقوا يعني فهمت كيف يستطعون من الذي يعطيهم الأسلحة ومن 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 هناك ناس تستغل هؤلاء وتجعلهم يحاربون ويشويهون سمعة دينهم وبدون علم وليس عندهم علم ولا عقيدة صحيحة للأسف يعني للأسف نعم للأسف شيء أنا أنا أرى المشايخ أنهم الأئمة والمشايخ مقصرون جدا لقرص هناك وإن خبتم أن لا تعدلوا في الغلية الثامة فانكهوا ما طابد لكم أثناء وثلاثة وارب وإن خبتم أن لا تعدلوا فواهدة ولكن أفارك لا يعرفون واحدة إنسان ما عنده مجرد سكن ما عنده عنده ثلاثة زوجات مم واش تقول له بهذا سمعت يا خليفة؟ سمعت خليك على وحدة خليك شيخ خليفة مم خليك على واحدة يا شيخ خليفة خليك على واحدة يا شيخ خليفة ايه انتبع يا شيخ خليفة بيسكالي أحمد لله إمام بيسكالي بيس الشك خالد وللحس جميع What's that is doing is their method of teaching in Islam is different from the artists too because if you find out that many of them this world people who want to tarnish the image of Islam who want to attack Islam Most people they are using an English language and another thing too is English is widely spread in everywhere كثير من المكان يمكن أن تذهب إلى المسلمين